قالت ياسمي فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزري يوم بعوث مؤتمر المناخ كوبا 27 أن الانتقال العادل الطموح للطاقة يساعد على توفير الطاقة الخضراء المستدامة لكافة الدول وأوضحت وزيرة البيئة في ختم جلسة الانتقال المستدامة للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي عبر الفيديو كونفرنس أن الطاقة المتجددة رابط أساسي بين الأمن الغذائي والمياه وأكدت ياسمي فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم كوبا 27 تسعى لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ والبناء على النجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكول المناخ في المسارات المختلفة كالتخفيف والتكيف والخسائر والأدرار والتموين